وفي خصوصيات المجتمع في صلاح الدين هناك تراث متراكم من التقاليد والموروث غير القابل للتجزئة حيث لم تتمكن سنوات النزوح العجاف من إيقاف شغف أهالي قضاء بيجي بالتمسك بموروثاتهم ومنها حلوى المدقوقة إذ ما زالت الكثير من البيوت تشهد تجمعات ليلية لتجهيزها حيث تنافس جميع أنواع الحلويات ومن أسباب الإقبال عليها ليس مذاقها في حسب بل الجمهرة وأنسة الحديث وهو ما يؤكده جميع المتمسكين بالموروث الحقيقة الآن إحنا مشتبعين في أحد دواوين بيجي الكريمة العاد للآخ نصرة حميد الناصري بارك الله في أبو عبد الله والنعم منه أنه يجمع الناس في هذه المناسبات الطويلة إحنا حقيقة صار عندنا التقليد الاجتماعي أن نعيد المأكولات الشعبية القديمة فهذه من المأكولات الشتاء وخاصة الأيام الباردة مأكولة المدقوقة كان إحنا حقيقة في ذلك الزمن القديم ما كان عند المجتمع متوفر من الحلويات كما متوفر اليوم البقلاوة أو النستلة أو غيرها من هذه الأبثال وإنما كان عندنا يسوون القرقري ويسوون اللوزينة وأيضا السمسمية والتمر المخلوط بالطحين بالطحين نعم والتمرية أيضا اللي هي عبارة عن التمر المغموس بالدهن الحر على نار هادئة البدقوقة هي حقيقة هذا التراث الشعب القديم موجودة عدة في مناطقنا ومناطق الفراد نعم والغربية خاصة الغربية يعني هو يتكون من السمسم المحمص إضافة إلى التمر النوع الزهدي ونسميه القسب اليابس هذا يوضع في الجاون ويدق دق هو والنوى مالو إضافة إلى الحمص ويتلابس يكون على شكل عجينة ولهذا كانوا يتغنون معها كل الليل كل الليل الجاون يرقع داك المدقوقة وما نشبع والسوريين كانوا يتغنون معها أهل الشام علميجنا وعلميجنا ويا ضريف الطول حول عندنا يدي تجمع هذه العوائل والشخصيات الكريمة أو المباركة أو القيام ببعض الفعاليات التراثية لتعكس تراث أهنى وناسنا في تكريت والبيجي مثل ما شفته قبل لحظات كان اليوم العمل ما يعرف به المدقوقة وحلويات المدقوقة وتم شرح تفاصيلها وأمورها يا حقيقة ليست الغاية أنه بموضوع الطعام مثل ما قال الآن متوفرة كل أنواع الحلويات الحمد لله والشكر ولكن هي من باب استذكار تراث الأهل والأجداد إضافة إلى فرصة للم الشخصيات والأهالية المحترمة وتجمعهم في هذا المكان الطيب نجد في هذا الديوان المبارك من مختلف العشائر والعوائل التكريتية وغير التكريتية ومجتمعين هذا يدل على الألفة والمحبة وفرصة لتقريب وجهات النظر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه المدينة المباركة وأهلها ورجالها وأن يعم بها السلام ونشوف حالة من الإعمار والبناء ويرجعون أهلها جميعا نحن يومية ملتمين ومية تعليلة ونسوي مدقوقة بدون منهج هسا ثبتوا على منهج هسا ثبتوا جماعتنا وثباتنا يوم الخميس مدقوقة نسويها لأنه أول شيء تراث هو القديم يعني ذكرك بالماضي ذكرك بأهلك بالماضي وهم أكل أو حلويات أهل قبل حلويات أهل قبل هذه هي المدقوقة واللم حلوة وهي شلون تقول البرنامج مالها أو هي الفقرات مالتها تعاون تعاون من الكل فشوفوا على صير المدقوقة وحتى أكلتها صير طيبة والحمد لله والشكر هاي مشات والكل هذا يعمر دارك وألف هلا بليجي وهايا كل من يشوفني وين المدقوقة هان احنا من نصير المدقوقة هاني أدعو اللي يريد مدقوقة خليجي يوم الخميس كل من أشوفه وين المدقوقة يعني هاني أشي اللي بقوني يوزع ألف هلا ألف هلا وكل من يجي وكل من يجي وألف هلا ومرحبا ويوم الخميس المدقوقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر